برحب بحضراتكم مرة تانية ومعانا أسطورة أسطورة كبيرة جدا كابتن الخلوق الكابتن ربيع ياسين المدير الفني المتخب الشباب منوارنا هنا في البيت الكبير برحب بك كابتن ربيع ويعني أول كل سلام حضراتك طيب من نسبة مولد النبي وإن شاء الله بإذن الله دايما كده أيامنا تبقى عياد وسعادة إن شاء الله وأمن وأمان طمنا كابتن عليك لأن آخر مداخلة بصراحة كنت معانا هنا في البيت أستنى سلم عليك أقوله كل سلام هو طيب أخبار حضرتك إيه؟ كويس؟ أنا اللي هسأل صعوبات كتير مرت فيها ونجاح على الجانب الآخر منقطع النظير بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله حصل ده يمكن يعني مرت بده مع منتخب الشباب وحصلت على أمم أفريقيا وبيتكرر تاني دلوقتي احكي لنا بقى على الصعوبات دي وأنا كنخلي بالك المسيح والمنتخب وكراحة للمبيئات وأوض صالح جمعة وأنا يعني لابت مع كينيا سفر سفر والدنيا عندي إيه؟ كنت لك نبطلق تفضل يا كابتن صحة ده حي في الوقت صعب جدا لقد انتعب على المنتخب الأول الكبير والمصلحة هو بص يا حضرتك هو أنا عشان برضو يعني أنا عندي منتخب وعند تصفيات فالطبيعي جدا إن أي مدير فني إن هو يجاهز عنده برنامج قوي يقدر يجاهز به فرقته عشان أقابل الفرق أنا أقابلها إزاي وبيني شكل وبيني طريقة وبيني تكتير حاجات كثيرة جدا في الكرة تعلمناها ودرسناها وإحنا مدربين يا كابتن هاني فالطبيعي جدا إن أحضر في الإيتي أخذ بك على البصوة البدني والمهاري والخططي والنفسي والزهني يعني الأندية طمعت في اللعيفة أنا كان نفسي إن الأندية تساعدني يعني لحد الوقت يا كابتن أنا بلعب بعد المداخلة يا كابتن ما كانش فيه تجاوب أكبر شير من اللعيفة لحد الوقت لحد الوقت بص فيه مدربين يحتاجوا لعبة ودتهم ويلعبوا بكرة في الجمعة ويلعبوا السابت ويلعبوا واخر ماتش في الدول شوف ما طالبوا خلاص الأمور اشتقرت بشكل كبير يعني مش يعني أنا بلعب أسوان من ثلاثة أربعة أيام وانا عندي تسع لعيبة خمسة إصابات وأربعة موجودين برا خالصا لكن بلعب بلعب وبلعب وتصرب ما أنا بلف محافظات عشان إلى وقت العصر بدل ما يجهز خمسة وثلاثين أو أربعين لعيبة كابتن جائزة ناس ساعة دارية بخمسين كل كله الصالح الأجيال والصالح مصر كرة مصرية صحيح فطبعا مبارح أن أجلنا جواب النهاردة أن البطولة تأجلت شهر بطولة شمال أفرج تصفيات طبعا مفروض أن أنا ما رأي حضرتك في القرار هذا يا كابتن؟ لا أنا كان نفسي أن أكمل وألعب لي هذا يعني رغم الصوابات يا كابتن يعني أنا أفتكر أن حضرتك دي فرصة كمان تعاني يعني خلاص أنا الأولاد خلاص أتعرفوا واتاخدوا هفضل أعاني يعني أنا عشان أجهز مثلا ممكن أقول لك أنا أجهزهم في أربعة سبيع في شهر بس أنت كنت مستعدة البطولة دي كابتن بطولة يعني أعتقد كانت قريب جدا البطولة كانت إمتى كانت مقرر من سبراير لمارس الجايين المفروض في 11 من 9-11 إلى 24 كنت جاهز أنك رغم الصعوبات دي ورغم الغيابات دي كلها أنك تخش على البطولة بالظروف دي بالظروف دي أنت عارف في الأسبوع رقم كامل اللي بداهت ومبارح الأسبوع رقم 11 11 الأسبوع؟ نفس الوقت بالظروف دي يعني أحسن لليه لما يرجعوا لعندية وأطلبهم لعندية الدورة يبتدي بس لقدام ساعة الدورة ما يبتدي خلاص فأنا قلت بالظروف دي لسه مبارح ما سجيلي برامعة دي مبارح أحمد عديد هيجيلي يوم ستة ستة أحدوش قبل البطول قبل الماتش ثلاثة ايام محمول صبر أخده من تونس يناك زياد عندي لسه في أمي ما جاليش عبدالغاني الاتحاد طلبوا مني عشان عنده ماتش ماتش هي تأجلت كابن الربيع أولا شهر ما عارفة بس كان في مهلة قدت لتونس يعني منحوها لتونس علشان تقرر إذا كانت آه ليها القدرة على استضافة البطولة المهلة بدأت من النهاردة من النهاردة من الشهر للتأجيل ايوه بس فهو ده يعني الظروف دي مش هتبقى أحسن فانا قلت لأ بالمرة العباء عشان أخلص ليه ماينفحش يعني مين اللي هيديني اللعيبة شهر إذا كان يوم يومين ثلاثة بيبقى صعب أربعة صعب صعب صحيح فكنت عاوزة كامل الظروف دي هيحسن من القادر بالنسبالي طيب ما فيش ما فيش مساءة كابتن ان ممكن لو ما كانتش في تونس نسعى ان احنا تكون في مصر هنا وتكون فرصة كبيرة جدا فرصة ما هتتنقل لمصر في حالة يعني تزار تونس ايوه ان تونس الكافي بعت لها يقول لها ان انت هتنظمي في المعدة ولا لا لو رفضت بشكل كبير ان شاء الله يتعالى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالإذن الله اللجنة الخماسية ايه الدور اللي بتقوم دي مع حضرتك في الأزمة وانا بممسك منتخب ايه انا بقوم بكل الأدوار منتخب حتى تلاتة وسعيين ودسعة وتعامل قبله انا بقوم بكل أدوار اللي بقى لانه ولا نفيش جندة دولية ثانيا العلاقات طيبة اللي بين يوبين لانديها هاني وفي نفس الوقت انا عارف السكة ازاي متاع صناعة اللاعب الدولي السغية وفي ناصي يعني برضو الناس ما بتقصرش مع يعني اللي انا بطلبه اكيد بنفس لي عندي عندي مشرف طبال حضرتك بتعاون ما عندي مدير الفن الاتحاد الدكتور محمود سعاد فالقصة يعني ان انا بروح ونظم وما اعتقدش ان حد لو طلبت حاجة يعني هيقول لا انا لو يعني لو ما كان حضرتك الواحد هيقدم استقلته ومع ذلك حضرتك يعني لم تيقس ما شاء الله الكلم بجد والله مش بقصة لا هو حضرتك انا طبعا لايب دولي سابق فالوطنية دي خلبت حضرتك يعني صعب ان تدخر هنا وتخرج بسهولة صح فجربنا يعني النشيدة اللي انا بسمحها لأولاد يعني صعبة جدا لان انا مهما تقابيني صعوبات ما مشي لا ده مصر وبعدين في نفس الوقت احنا خادمين مصر فانا في موقعي اذا كانت شواء صعوبات يا كابتن هاني قابلوني نقدر بفضل سم العلاقات نشي لكم لا وحضرتك يعني انا عارف ان مشوارك حتى التدريبي كله تحديات وكل مشوار صعب وبتحقق في نجاحات يعني انا فاكر وانا عارف ان حضرتك يوم ما طلبت الصالح جمعة وانت كان عندك ماتش اه وقلت لي ايه لا الاولمبيات الاولمبيات اهم وطالما الفريق يعني فانت كمان بتضحي وفي نفس الوقت انت بتوسع قاعة الاختيارات تمام وما يشار اليه لحضرتك كمان انك بتلف المحافظات يعني خلينا نتكلم بكل امانة من المدربين اللي الليلين او المنتخبات الناس بتروح تتفرج على ماتشين ثلاثة الاهل والزمالك والاسماعيلي والفرق الكبيرة لكن كمان دوت يعني انت حضرتك مميز فيه جدا لكن يعني ان شاء الله بإذن الله تطمن على منتخب الشباب ان شاء الله بإذن الله في خلال الفترة اللي جاي ان احنا دي تصفيات المؤهلة لأمم افريقيا افريقيا 21 عشينا 21 في بريتانيا ان شاء الله خمس النظام السنة دي مختلف السنة دي مختلف مختلف وصعب ان انت كنت تلعب ماتشين رايح جاي وبعدين ماتش رايح جاي تكسب ماتش رايح جاي في فرصة وتدخل اللعيب ده وتقعد اللعيب ده وتشيل اللعيب ده انما ايه بقى شروط الدورة ان كمان عشرين لاعب يسافروا في الظروف دي طبعا انا ضد ذلك الكلام ده القرار ده مش ممكن يكون منهم ثلاث حراس كمان ثلاث حراس معنا يعني النهاردة في ظروف الكورونا طبعا ايه فرصة ده انا مثلا لقدر الله يجيل اللعيب او اثنين او ثلاثة خلاص لا ده انا قلت لازم كان اول قاله ثلاثة عشرين قلتهم لا ده تبقى خمسة عشر ستة عشرين تزبوت وكل بلد تسافر ثلاثة اربع لعيب على حسابها يعود هناك في الفندوق ليه حصل حاجة لازم الناس تفكر هاني ولازم الناس تطور تدور لانه خاصة زروف السنائية زايدية توارد جدا لقدر الله يحصل يحصل ثلاثة اربع لعيب يجيلهم بويروس فانت هتبقى عندك ثلاثة عشرين لعيب وبعدين الجيل هاني الجيل مش عشرين واحد لا الجيل اربين خمسين واحد على اعلى مستوى تسافر من الخمسين بعشرين ازاي فيهم ثلاثة يبقى سبحتاشر اللعيب مش عادل بحيطك فانا بقى انا طبعا باقتراع انا في اللاجنة هقوله لان دور الناس اللي موجودة في شمال افريقيا في الترابط والتماسك والحب واني ندور على الكرة الافريقية تطورها ازاي تطور ازاي مزبوط باللوايح كل حاجة بالاوراق الاول ومعدين ملعب فانا شايف ان الناس لازم تتصور ولازم تشتغل ولازم بقوة تتخاطب الاتحاد الافريقي وتطلب منه الحاجات اللي نقدر دول اولاد صغرين هاني صغرين ودول شباب ودول مستقبل تمام ودازم ياخدوا حقوم كاملة مينفحش السبحتاشر اللعيب من جيل فيه مثلا 3000 لعب عين مينفحش واحنا طبعا مستنين من حضرتك تقدم لنا جيل تاريخي المنطقة بمصر وانا عارف انه حضرتك يعني قادر على انك تصنع ده باذن الله كلمنا بقى عن مستقبل بقى هو حضرتك دلوقتي من فضل الله علينا ان فيه عدد كبير جدا بيلعب فريق اول قبل التصفيات احنا لسه العرف يقول ان بعد التصفيات وبعد ظهور اللعيبة دي بالناس بتشوفهم المدربين بيكتشف تعالوا انما الحمد لله مجرد انا متوصل مع المدربين وبعرفهم بنفسي يا كابتن في عندك كذا والله يجربوا خلاص كابتن الربيع هي دي بقى هي دي لان احنا كنا نتكلم مع كابتن احمد صديق في الموضوع ده والحقيقة انا مش عارفة برضو فين الخطأ هل ان احنا فعلا ما عندناش موهوبين ولا عندنا واحد زي بوتريكا ولا ما عندناش العيون اللي تشوف واحد بقى حجم بوتريكا في النشئين في الولادة الصغيرة دول عندنا مشكلة في العينين ولا عندنا مشكلة في الموهوبين فعلا عندنا مشكلة كبيرة جدا في ان احنا مبنديش الولادة الحقوق كويسة ونهتم بيهم وفي كل حاجة احنا الاحتراف اللي موجود دلوقتي خلانا ان احنا نبص للاحتراف يعني انا جبت لعيب كذا لازم يلعب خلاص انما ببصش انما مية وخمسة مليون فيهم مواهب طبعا فيهم بوتريكا وفيهم متعب وفيهم الحضري وفيهم خبيب وفيهم كل فيهم حضرتك بتقول انا اللي بقولهم انتو عندكم ايو 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 المداربين احيينة موجودين اكتر من نموذج اقول له فيه وبعدين ياخدوا جرابولي شكرا ده ولد عنده يعني ولد في النادي عنده مش شايفه او او مدير فني طبعا الفريق الاول بيكون منشغل بالفريق الاول ما بيبصش تحت يعني طب دي النقطة دي يعني اديد ساعدك سلي بالك ده ردد اللي ميبصش لازم يبص دلوقتي الامور اختلفت من مجلس اداره لامكانات لرواتب لواتي انا من وجهة نظر المدير الفني عشان تطور ناردة كورا وتلاقي اداء وتلاقي ابهار وتلاقي متاع وتلاقي شغل وتلاقي فنيات وتلاقي كل حاجة طب هو المدير الفني هاني يبقى تحته فرقتين موليد تسعة وتسعين وموليد الفين وواحد ومبص شفين ما طوع ما مصعتش اولا انا محتاج واحد عندي تلاتين وثلاتين وثلاتين تسعين لعب تحت يدي المدير الفني فبالك لا ينفعش الى متابع زمان كان مستر راديو كوتي وكان وتشايا والمديرين يعودوا يحضروا الناس الصغيرة بس ده اعتقد يعني مسماني مع تصعيد ست لعبين بدأ الفكرة دي انت حضراتك بتتكلم على الاستمرارية وتتكلم على البروجيكت بتاع النادي سياسة نادي نفسه كل الاندية ده بيساعد كمان ان الحضرات بتتكلم عليه انه كمان كل ده تحضر لحضرتك لما ولد موليد 2001 او 2000 او ايا كان سنه بياخد خبرات التدريب مع الفريق الاول اكيد ده بيساعد طبعا طبعا احنا طلعنا ازاي والعبنا ازاي ضحيتك والواحدة المنتخب ازاي فالله اصده ان انت بتشغل بتشغل بمنظومة كاملة متكاملة على مستوى الإدارة ومستوى الفني وبتعمل للي جاي بعدك ده الصح انا ما اشتغلش وقت اقولهم هتولي وهتولي وهتولي وانسى القطاع خالص في مصر كله طب الكورونا النهاردة بفضل الله كان لها فضل جبير ربينا سبحانه وتعالى ثم العطلة بتاع الكورونا في اظهار كل الشباب اللي موجود ده واشمعنى الكورونا؟ طب ما كان فيها ده دليل ان ايه؟ انا عندي خلي بالك من الاهلي ومن الزمالك ومن الاتحاد ومن المصري ومن الجيش واخد بالك ومن الحرس ومنهم طلبني مدرب مبارح عاوز لعيبة عنده ماتش بكر بالحرس طلوه روح عنده ماتش اخر ماتش في الدور اخر ماتش في الدور معانه التعصيل حاصل انا الولاد يلعب ياخد برضو يعني الماتش يتقاله من الوازن يعني خليه نجم بس ده ما يخوفكش يا كابتن انك حتى بتقدم يعني بتقدم يعني بتقدم لعيبة للفري الاول مش خايف انه خلاص وانت قلت هالي ان انا لما هيجي البطولة والدوري هيبدأ مش خايف انه هتصطدم بالاندية تاني هتصطدم ممكن نفس المشكلة دوت اللي قلت له خد اللعيب واخده ولقى كويس يقولك لا ما عليش انا اسف اكبت الربيع مش هادر اسيبه لازم ما خافش لازم اعمل الصالح العام انا بشغل في ثلاث اتجاهات مهمين جدا جدا المنتخب هاني المنتخب والنادي والولد بس خلاص هم التلاثة دو انفحش حتى لو حصل اللي حصل النادي والمنتخب والولد هو ده المنتخب منتخبات تقوم على الثلاث حاجات دول ما عنديش انا مصلحة ليه فبقى مصلحة مصلحة مهم انا فهمة وطنية لازم اتشغل الصح و اعمل الصحة كابتل هادر فالقصده المنتخب انا بعيد في نفس الوقت هو بقى لو خالف معايا خلاص انا هسافر باللي موجود هسيبه خلاص يعني المفروض النهاردة سبع وعشرين تمانية وعشرين و انا كنت مسافر اربعة او خمسة حدا واشر للبطولة اه طبعا خد بالك حتى يعني لاصوده انا اعمل المصلحة واعمل الشغل الصح والتوفيد امتاع ربيني سبع وعطاء اسافر واسافرش اسافر ما اسافرش مش فرق بس خلاص الصح اعملت الصح وبص حضرتك ممكن اللفة دي تعمل لي ما تعمل ليش عشرين لعيب بس تعمل لي خمسين لعيب ما انا ليه بالف المعافظات يعني حتى ترسع القاعدة كابتس يعني لو صادف يعني حضرتك اكيد بتشتغل انك في كل مركز بدل ما الطبيعي بتبقى اثنين ثلاثة لأ انت بتعمل اربعة خمس لعيبة في كل مركز انا دلوقتي بعمله مثلا عندي تسع غايبين مثلا في مشروع انا بقى 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 التسلسل التسلسل التاني التالت الرابع والعب بيه لان لو انا ما كانش عندي سلسل ما كنتش لايهت واحدات الدي عندي اربع لعيبة كنت عربع لعيبة بشتغل معهم بس والبقى كله ما بين الانديابة ممتشة هو ده دور حضرتك كابتن ربيع مع ربيع سينين بيبقى دوري انا مليه مجموعة ادوار كتير ايه الفرق من اللعب المص اللعب العادي ولعب المنتخبات ثقافة الخططية عند اللعب اه 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 وحضرتك الشغل الشغل كتير جدا وحاجم الوقت مع الولد اللي انت بتصنعي وولد بتقدميه لفريق كبير فريق كبير يعني بقى على اقص يعني كل حاجة موجودة في الكورة ادي حاجة التانية ان بتشغلي بقى على انه صناعة اللعب الشخصية تطور ايه ده يا اخدا بالك يعني هاني يعرف الاول تشغلي على ثقافة الفكر والعقل الاول وبطعش التغيير الحاجات دي كلها بتاقضي وقت بعد كده بتطور بقى الجانب البدني الجانب المهاني بتطورهول ازاي الجانب الخططية فعندنا العيب الحمده لما طلبت اللي فريق اول بفضل الله تعالى عشان هم واقفين صح يعني حجم الشغل حجم الشغل بتاعي انا بقى اشي بس هنتستحتين لا انا عندي بكرة الساعة تمرين الساعة اليوم اللي فات كان عندي مجموعة الساعة خمسة ونص ميزان الساعة خمسة ورابع تمرين خمسة ونص مجموعة التانية ميزان ستة ورابع يعني تمرين ستة ونص أخذ بالك. وبعدين بعد دور ثلاثة ونص طبعاً. واللي زيادة كيلو بقى بتعمل فيها كابتن. لا هو بص يا كابتن. وطبعاً أنا عارف حضرتك من مدرسة طبعاً الكابتن جهري. كلنا متأثرين من الجزئية دي. طبعاً حضرتك بتتكلم في جزئية مهمة إن لو ما عندكش الجزء البدني مش هتقدر تعمل الفني. لا ما فيه لعيب جالي إن أردتوله أنت جيت لي كم كيلو قال لي علي خمسة كيلو دهون. فأقول لك بص ده لصالح مين هاني. طبعاً لصالحه أنت بتديره فترة كمان أنت عندك خمسة كيلو خلال أسبوع عشان تخصهم. لصالحه الولد هيباني. طبعاً. هيتعقد مع النادي. هيحترف. وبالصالح النادي وبعدين المنتخبات. بالضبط. فبحاول معهم طبعاً طول يوم بشغل القصة كبيرة جداً. وكابتن هاني عارف الكلام ده سام. القصة كبيرة جداً. الشغل بقى كتير جداً. وفي نفس الوقت أنت لازم تمشي مع دماغهم. دماغهم رايحة فين. عشان أخذ اللي أنا عاوز. وبحاول أكون معهم طبعاً أبوهم. مدربهم. صديقهم. عشان أكسبهم. برغم من يعني حضرتك أنا عارفة أنك يعني في ظروف يعني صحية بتمر علينا كلنا. بتعيني منها في بعض الأحيان وأنا عارفة كده كويس. ومشكلة كبيرة جداً. آه طبعاً. ومع ذلك تصر على أنك تقوم بأدوار أحياناً مش دورك. بس زي ما حضرتك قلت كده ربيع يسين هو اللي بيعمل. بيختار يعمل كده. عشان عنده ضمير. عشان أنا دوطني. عشان عنده ضمير والله. ضميري وبعدين. ومهمة وطنية. ومهمة وطنية. بلدي ونعايش في خيرها. آه. وأنا خدم لوطني في أي موقع. فده جالي الموقع ده. فبشتغل بمئرد الله وبإخلاص. ربنا دائماً نكرمك عشان كده كابتر. والثقة فيك كبيرة جداً. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. لكن خلينا نروح عندنا تقرير كمان إزاي الاستعدادات المنتخب الشباب للفترة اللي جاية مع كابتر ربيع يسين. ونرجع لنجمنا الكبير. على قدم وساق وصل منتخب الشباب استعداداته بكل قوة خلال معسكره الحالي. تحت قيادة مديره الفني المخضرم والكفأة الكابتن ربيع يسين. من أجل المشاركة في بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب. والمؤهلاء إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب. والمقررة في موريتانيا مطلع العام المقبل. ودخل منتخب الشباب في معسكر مغلق خلال الأيام الأخيرة. تحت قيادة ربيع يسين. من أجل تجهيز اللاعبين وخلق حالة من الانسجام بينهم قبل السفر إلى تونس. للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة للشباب. وقاد ربيع يسين منتخب مصر للشباب قبل سبع سنوات في الجزائر بمدينة وهران. للتكويج برقب كأس الأمم الإفريقية الفين وثلاثة عشر. بعد أداء مميز وراق من الفراعنة اختتمه المنتخب بالفوز على نظيره منتخب غانا في المباراة النهائية للبطولة عبر ركلات الترجيح بنتيجة خمسة أربعة. وحملت هذه البطولة الرقم أربعة في عدد كؤوس إفريقيا للشباب لمنتخب الفراعنة ويمني الجمهور المصري النفس بالحصول على اللقب للمرة الخامسة في الفين اثنين وعشرين مع الخلوق ربيع يسين. ربيع يسين على مر تاريخه معروف بأنه صانع الأجيال وصانع اللاعبين الموهوبين بعد أن قدم لمنتخب مصر الأول العديد من اللاعبين البارعين وكان على رأس نجوم منتخبه. بطل إفريقيا في الفين وثلاثة عشر ثنائي النادي الأهلي رامي ربيع وصالح جمعة اللذان كانا نجمي البطولة ونالا إشادة كل المتابعين. ويراهن ربيع يسين حاليا على الجيل الحالي من اللاعبين في منتخب الشباب والذين في مقدمتهم أيضا ضمانة ميزان وسط الملعب ومستقبل النادي الأهلي. اللاعب المميز العربي بدر من أجل تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية. لا سيما وأن ربيع يسين نفسه أكد مؤخرا في أكثر من مناسبة على أن الجيل الحالي في منتخب الشباب هو الأفضل والأكثر التزاما بين كل الأجيال التي دربها من قبل. مهمة ثقيلة وطموحات كبيرة تراود المشجعين المصريين في الفترة المقبلة مع منتخب الشباب. واثقتهم كبيرة في الخلوق ربيع يسين في صناعة الفرحة من جديد وتقديم جيل رائع من الأبطال الجدد يكون خير وقود للكرة المصرية في السنوات المقبلة. يعني زي ما ذكر التقرير كابتن ربيع يسين بيراهن على جيل الشباب. من غير ما حط حضرتك في إحراج عايزك تقول لي ثلاث أسماء هيبقوا نجوم الكرة المصرية في الفترة اللي جاية. طبعا لو فيه أكتر من ثلاث أسماء يعني. يا حباش هو مفروف فيه أكتر لأنه هو حضرتك عشان مظلمش ناس هو فيه. كل اللي هي بدرجة أولى بفضل الله تعالى لازم أقدمه. يعني مثلا عندك أحمد أيدي في الزمالك وسامة فيصل في الزمالك العربي بدري في الأهل. إبراهيم عادل في بيرامنز. وسامة فيصل حمز على علاء. رفعين سقفة كمو حضرتك لحد فين؟ لا المفروض. طبعا ليس خطوة خطوة لكن الصح بإذن الله إن شاء الله يعني أن نكمل لدينا أم أفرخية وعندنا كسعالم وعندنا أولوبيات ده المفروض. بس إحنا نعدي من المرحلة الصعبة اللي هي للتصفيات. أنا من وجهة نظري بإذن الله تعالى إن شاء الله لربنا كرم ده ولينا نصيب يعني بعد التصفيات دي يعني عدينا خدنا مركز أول أو تاني. في التصفيات دي هي عندنا جيلة نحاها دي أحسن نتائج إن شاء الله. في عنق الزلوات فهي في التصفيات يعني هي أصحب نقطة. طبعا عشان الظروف هذه التصفيات اتغيرت والظروف نفسها بحيطك وبعدين الخامس دول وريبين جدا من بعض. المغرب جزائر ليبيا مصر طبعا وتونس وبطولة خارج الأرض بحيطك والجزائر عندها محترفين والمغرب ولكن إحنا وريبين. هم اللي ضعبوا تأجيل يا كابتن ربيع كمان. فيه دولة فيه تلات دول طلبوا تأجيل وفي الوحيط. إحنا وتونس رفضت تأجيل بس تلاتة على اثنين. صحيح. قبل ما نروح لدي عايزة تتكلمني على مباراة النهائية كابتن. مباراة اللي حضرتك شفت خدت بيها البطولة قدام غانا. غانا. غانا دي طبعا كانت صعبة جدا. إحنا قابلنا غانا تعرف غانا بالفطرة هاني موهبين. موهبين طبعا. عندهم السرعة دي لما عادت فرق تعليم وكررت عندهم السرعة دي من عندي ربينهم هم مهريين. صحيح. والولاد خلي بالك لما عاشوا معنا في الفندق متعين جدا ومهدبين جدا وبدواروا عليه بوابط الاحتراف من كاس الأمة معقلين جدا. عندهم ثقافة من الصغيرة. تكلم على المنتخب الغاني. غانب أتكلمك على غاني. أما كانوا موجودين معاك في نفس القتل فاشايد. فاشايد تصرفاتهم ولاد. وإحنا العكس بس بموجود هنا بفضل هنا بحاول بها اهد الأمور لان انا عارف مين اللي عنده ومين اللي عنده ومين الزباق ومين الكارباء. حلوى الزباق دي. ايوة طبعا ما كتير جدا في السن ده السن ده محاير. ممتعب جدا. جدا وحصل في النهاية مشاكل كتير جدا وانا خروجي وانا انا اروح وافتح وقول له خلاص انت عاوزيه عشان النهائي. صحيح حد النهائي. فطبعا انا قابلتهم اول مرة وكان صعب جدا ان عدت في المطامر الصعفي مع المدرب. هو كان بيقودهم من مدرب اللي جي في مصر في 2009 وخد بيهم كاس العالم. 2009. اه منتخب الشباب في 2009 وخد بيهم كاس العالم. اه اه اه. فاحنا عاديم في المطامر السعوى قال لي انا مش هتغل بماتشين واربع. قلت له والله الملعب والفايس. انا مش ناس لان طبعا تكام حلو وجميلة. والشغل هي هاني بيخليك تطمين. لما تشتغل كتير جدا تبقى وثق من نفسك. بفضل الله التوفيد من تعالى سبحانه وتعالى. طبعا. ولما العيبة تتجاوب معا في المحاضرة الأخيرة وتقول لي تمام انا حب ان انا تمام وصل كل حاجة تمام يا كابت اطماني. طبعا كان جدر وقت احنا قدمنا بهدف وعيد تعادل واربع عشوات وبعدين الحاكم كانش موفى معانا. وجمهور جمهور جزائر كله ضدنا. ستصفير مع كورجة والله العظيم والله. أربع عشوات هالي الحمد لله. احنا خرجنا الجزائر يا كابتن من المجموضة يسيبنا الجزائر فهي على عرضها فهي احنا خرجنا بالضبط. فأربع عشوات كانوا مهمين جدا وصعبين جدا. لكن بفضل لا حتى لما جاءت ضربات الجزائر. أنا كنت ثابت جدا وقلت للجاز كله وتمعينه ان شاء الله خير. الله المستعان خير. أملنا العين حتى لو ما كانش فيها عملت اللي عليه. فكان فيه توفي من الله سبحانه وتعالى وديرنا لاخد بطولة صعبة جدا فاصعب ظروف شفتها في حياتي. يعني كانش فيه رياضة كانت واقف ولا فيه جمهور ولا فيه دوري ولا فيه معلش مجلس دار الاتحاد. يعني كان الدنيا كانت بعيدة وأنا كنت دائما أطلع رئيس البحثة والمدير الفاني. وقدرت يعني في الظروف دي نحن نكاعم الفريق والنحن الحمد لله حتى في البداية المشوار نفسه بداية التصفيات كينيا في مصر سفر سفر. وروحنا هناك وشوف سفر سفر في مصر وفي رمضان يعني الولايات صغيرين وبنلعب هناك لعبونا الساعة ثلاثة الضهر والله يمون بقى بيستخلوا الصيام فكان فيه توفيق سيبنا ثلاثة بفضل الله. ما شاء الله هم صايمين وكانوا صايمين للشباب. المدش الثاني المدش الثاني طبعا كان أنجولا هنا واثنين واحد في مصر برضو اثنين واحد مش نتيجة طبعا نتيجة نتيجة. وروحنا نجبة تخالبها في أنجولا والمالعب مليان سفر سفر فربنا كان كريم الحمد لله في البداية. وده اتباع أننا نستعدي منك واسئة ونروح لتصفيات وربنا يكرمنا كارن كير بطولة قوية جدا لما لما جيل يعني يكسب الجزائر في الجزائر. غانا مرتين ناجيريا. تاخد البطولة في بلد في احنا عارفين الديل انت بتلعب في الجزائر المرشح الأول للجزائر وتلعبها وبتخرجها وبعدين تقابل غانا مرتين وتكسالها في النهاية. ماتش الجزائر كان ملعب مليانة بس هو التحضير الجاية طبعا بفضل الله وتوفير ربنا ثم الأسباب. فكت أنا بأي من بأخذ بالأسباب وأنا أحب الأسباب أولا. وانت وفينا عشان برضو دائم يستمتعرف ان احنا دولين يعني على مستقر لعبنا بفضل الله. ومدربين بين اجتهاد وبنزاكر. أنا أحب الاجتهاد بحيثك. وفي نفس الوقت إعداد الولد الصغير ده يعني ما يكونش عشوي ولا ارتجالي أبدا. ده بأسلوب علمي رائع. لازم تجهزه بفضل الله تاخد منه كويس. هو ده بقى لها خالي. خلينا أسأل حضرتك. الفرق ما بين المستوى البدني والنفسي للعيب المصري. واللعيب بما أننا منتكلم على الأفراقي نتكلم على اللعيب الأفريقي. إيه الفرق؟ لا الفرق كبير جدا. الفرق إن الأفريقي عاوز يتعلم. عاوز يبقى كويس. عاوز يطور من أدائه. عاوز يحترف عنده الطموح والرغبة والإرادة. في إنه يعمل الصح معهم دريبه. إحنا بناخد وقت تطويل جدا. والصحة كتير جدا. ومجهود كبير جدا. لأن برضو عندنا الطموح إلا بقى يعني. الطموح بيمشي مع المدرب. عندك مدرب عنده طموح وإسم كبير. آه بيمشي مع الطموح متاعه. عندك لأن أنا من وجهة نظري. الاختيارات في الأندية. إذا كنت أنت اختيارات المدربية. وتدريبهم وتعليبهم. مهم جدا. التعليم. أنا أختار المدرب اللي مرة يا هاني ألفين وواحد. المدرب اللي يمشي مع ألفين وثلاثة. المدرب اللي يمشي مع تسعة وتسعين. مش أي مدرب. كل واحد لي صفات معينة. عشان مراحل سنية. كل مرحلة سنية لها. ومحدين تخش بقى على مثلا. تعمل إليهم جانب نظامي. تكسب بيه اللعيب. ممكن اللعيب يبقى كويس جدا. عشان يعني الجانب الغذائي. ده ده رقم واحد. طبعا. الدكتور تغذية يحط تغذية. ده اتضح إن إحنا اللعيبة ممكن بكيش شبسي بشوكولطايا. بزاز بيبسي. ينزل التمرين. ما تلقهوش. ليه؟ مش هو ده الصحب. فاللقصوده أنت بتبني وبتطوري عشان تلاقي. من الصغر. ونخذش معليك ده بقى المدرب اللي بيعلم. يعلم إزاي يرتقب الولد بدنيا. مهريا. خططيا. نفسيا. ذهنيا. كله ده في الكتب. الكتب لازم تطلع لبلاد الصغرين. العلمي. يعني النظري ده لازم يطبق. الكلام العلمي الموجود في الكتاب. ده لازم يطبق. النظري. النظري. والعملي. على الشاشة. لازم تفرجيه. تفرجيه. انت تطور شغلك إزاي. وشوف اللي حزن منك. وشوف اللي وصل. وفي نفس الوقت الملعب. التلاتة دول. التلاتة دول لازم يمش في ارتجاه واحد. لازم تكرارات كتيرة. ويقعد يتفرج على نفسه. هتقنعي ازاي. غير بالشغل السليم. غير بالشغل العلمي. من هنا الولد. لان الولد دلوقتي. معلش بيفهمه. والشطرين في المدرسة. والسبق لنا بسنين ضوئية كتير. وبيتفرجوا كمان على دوريات. فانت حضرات لما تجيب له جزء من لعيب. هو بيحبه. بيشتغل بشغل معين. يقول له ده الشغل الصح. بس هاخد قبل ما اجل الحتة دي كابتن. انت حضراتك بتتكلم كمان على التدرج. بمعنى ان حضرتك مثلا مسابة 2001. فانت كمان المفروض والطبيعي ان 2001 خلاص عنده 19 سنة. فالطبيعي ان يكون الجزء البدني والتكتيكي والفني. يكون على مستوى انت حضرتك مش مسئوليتك انك تنمي ده. انت حضرتك مدرب منتخب. ومدربات المنتخبات في العالم كله. ما عندهاش المسئولية دي. لكن انت بتقوم بها علشان. يعني انت بتحب الشغل جدا. وعشان كمان تعمل فرقة. فده جزء صعب كابتن. يعني مثلا. التفاوت. التفاوت. لان فيه تفاوت ما بين الاندية. بدنيا انه التفاوت عندي. انا دلوقتي الاندية كل ثلاثة يام براها. ايه شغل اللاعب اللي موجود مع الفريل اول اول اول. مهاري خططي. دايرة كورنر فاول بين الالتين شكرا الله. انا لأ. انا ما عندي برنامج قوي جدا. على مستوى البدني. عشان عندي اربع مجموشات جمدين جدا. لازم اجهزه باسلوب علمه هالي. عشان ولد ما يتصابش. انت فكرك هو. احنا نروح النهاردة. نقول احنا عوزين. وانا عندي تفاوت بدني مبين. لا بحرب الزاق. حضرتك كابتن هو المفروض اللي حضرتك مدير منتخب. هاي كلامك مسبوع. الولد يجي لك بدنيا جاهز. وفنيا ما تتعبش معه. لان الطبيعي في البلاد الطبيعية. المنتخبات يتجمع اربع خمس ايام. بيعمل ماتش ودي. او لو عنده بطولة بيتجمع قبلها بعشر ايام. يعمل الاستعداد بتاعه. يخش البطولة. فحضرتك انت. انا لسه بقابل لها. بقول لحضرتك انت لسه عندك معسكر. انت دلوقتي بقالك كم كم اسبوع. 11 اسبوع. رقم 11. مش لازم اتجاهز الفرقة. طبيعي. ده اللي بكلم عليه. بس دور بقى دور احد الكرة. ودور الاندية فين. ودور المداربين القطاع النشرين فين. بص. ماتش الكرة في التسعين ديها. ايه غير التحملات. مش التحملات ولا قوة سرعة. فين اللاعب عند ليه. ثلاثة اربع ليه. ما يجريش. ما يجريش. حتى يلازم انضحها. انا ما اقول تفاوت هاني. التحملات دي هي كرة وهي يصير ببرا. انا النهاردة بغنا مهاله وطوراه. واخليه. عشان يروح يقدر. لما قابلنا غانة اربع عشوات. فين هيا افريقيا. كنا وافين صح. لو مش عندي تحمل. خلاص كنت يشد التالت. قول لي. قول لي. في لعيبة. بتكلم مع لعيبة. بتكلموا بمنطق علم وحكمة. وبالراحة. عشان هما يتعاونوا معي. ويسمعوا كلامي. عشان يقدر اخذ الانعاصف. ففهمهم. انا بشرح لهم. كم لعيب من اللي عندي. عمل تحملات من شهرين. فيه. طيب. اراح اعارب ازاي. هقابل تونس ازاي. كل سير مبرأة. مش هادر يكامل. هيتصاب. فالقصود الاسلوب العلمي. وده. لازم بنصق بيننا وبيني. انا المفروض. اقفل على اللعبة دي. والمدرب اللي عاوز اللعب يلعبه. فضل خده من عندي. وهنظم له اموره. واخننه احماله. واخليه روح بفضل الله تعالى زال. ده الصح. انما هما بياخدوه. يخلوه. يبعاد لولد مثلا. ممكن يقعد يلعب خمس دقائق. ياخد قبلها يوم. وبعدين تانية يوم. وبعدين يومين اجازة بعد. مش عارفين. اربع خمس سيار. نلعب عشرة دقائق مثلا. بس ساعات النشق ده كابتن ربيع. بيبقى اصلا جاي عنده تحدي صعب جدا. او مشكلة. يعني ظروف المعاشية او الدخل مثلا. بتاعه بيبقى ضعيف الى حد ما. وده يمكن برضه من التحديات الكبيرة. اللي بتواجه النشقين في مصر بالذات يعني. وده برضه بيحمل عليك برضه. يعني ده بيأثر على حضرتك ودورك. اه. هو حضرتك زي ما قلت كده مظبوط. بس يعني عشان انا. يعني عندي السوب بشغل بي. وبحضر بيه اللعب كويس. فبدور على كل حاجة تخليه كويس. في الكورة. اه. مش مثلا ملعب بس. ما زولت لك مثلا التخزيع. حتى الاحمال بجيب دكتور احمال. حتى علم النفس الرياضي. اعملت المحضرات شكرا. انا عارف انك بتواجه تتكلم. اه. النهاردة المحضر رقم خمس. وبنفسك بتواجه تتكلم. حضرتك. ده مش موجود. انا اللي باجيب الحاجات دي. انا اللي بفكر. عشان عاوز اوصل بالولد اللي انا عاوز. عاوز اوصل به باحسن فرمة. فنقصوا ايه نقصوا. حتى بقول له. انا باوصل معلش. اخبار الحاج والحاجة. في حاجة. طب عاوز حاجة. طب الدراسة. في حاجة في الجامعة. انا رحت جامعة مع العيب. اه. يعني عشان. خلصوا. خلصوا. حضرتك اللي رحت بنفسك الجامعة بتاعته. اه طبعا. ولو في حاجة. ساعات بيروح بيزور الأسر في بيوتهم. عشان هو ده اللي هجيب. يعني هو ده. لو ريحتي من الجزئية دي. قول له انزل قصر. دي مشاكل تكلم عليها. اه طب. دي مشاكل الولد عنده مشاكل كتير جدا. في حزام مش موجود. في امكانيات. في موصلات بيجي فيها. طبعا. لحضرتك. في نومة في البيت. في تأخذية معانا. في حاجات كتير جدا. ده مع ده مع ده مع ده مع ده. تلاقي اللعيب. الصناعة اللعيب بقى فيها كل الكلام اللي انا قلت. صناعة اللعيب الدولي. صح. طبعا. ففين هندية؟ المفروض زي ما قلت الكابتن هاني. هندية لازم تهتم. احنا عندنا جماعة مية خمسة ومليون. ما نعرفش المنطقة لا نعمل. ما فهمش ازاي. فيهم طبعا. بس الناس بتستصعب الأمور. المفروض احنا طبعا. ما لازم يكون الأمور صعبة. هو الولد بيتولد نجم. هو المهندس بيتولد مهندس. هو الدكتور بيتولد دكتور. مش بيفضل يحلط ويزاكر ويعود. ويجتهد. عشان يبقى مهندس. هو لعيب الكرة كده. لازم تشتغل معه من الصغر الصح. توجهيه صح. وتسقق فيه صح. عشان تلاقي. هتلاقي. النهاردة عندنا نجوم الحمد لله كويسين. زي الفوله مية مية بيلعبه. بفضل الله. ثم العلم. الحمد لله. ده طبعا كابتن. وانا بقى يدك جدا في الموضوع ده. وزي ما انت قلت. يعني احنا مش من صعب الأمور. احنا. ما بنحبش نشتغل بصراحة. يعني فيه جزئية. بتبقى قدامك. والدنيا واضحة قدامك. ان كل اللي حضرتك بتتكلم عليه ده كابتن. انت تقريبا قالب الآية. انت بتشتغل نادي. وهم بيروحوا أنديته. لكنهم هم منتخب. تطوير اللعيب على الكل اللي حضرتك بتقوله. ده ده المفروض ده دور الأندية. فلا عشان طبعا حضرتك. يعني بتحب البلد. وبتحب شغلك. طبعا. فبتعمل ده. وانا هاني بعمل له قياسات. وما بيجي. مش بوزنه. واشوف وزنه. وانا بازدخله كده. وعمل له قياسات. وانت عارف النهاردة العلم. بفضل الله وصل. بفضل الله لأقصى. علم غير زمان دلوقت. فالولد اللي قصده. إنك لازم تتحضره وتجهزه بالعلم. فبيجي عندي هالأول حاجة. الميزان. الفيصل بينه وبينه الميزان. بقمسك الدهون. بقمسك المية. بقمسك العضلات. بقمسك كل حاجة فيه معشان. لازم عشان أزبطه كويساوي. أشوف الداخله. حاجة تاخد بالك. فكل الأمور ماشياء. الحمد لله. وبنكتهد وبنحاول. والله المستعان. ربنا إن شاء الله. كابتن ربيع. حمد لله. أهلا بحضراتكم مرة تانية. والكابتن الكبير. كابتن ربيع ياسين. قبل ما نتكلم في النادي الأهلي. وفي المسيماني. ورؤية حضرتك في قبل النهاية. ومباراة النهائية. أسألك بس سؤال. كنا بنتكلم فيه. أخبار إيه للعيبة المصريين المحترفين في الخارج. وكان حضرتك على وجه الخصوص. كنت بتتكلم إن فيه دعوات لهم بشكل مباشر. أخبارهم إيه في المعاصمة؟ أنا أكثر من 25 لعب محترف جبته. 25؟ طبعا. أنا أدور خارج مصر. أي تليفون بيجي لي. بعت لي بياناتك النادي. مقيد. خد بالك ماتشاتو. وعلى طول هجيبه على طول. فأكثر من 25 أنا شفتهم. وأي لعيب كويس بيسمس جوده. وبتصل بي. بجيبه فورا. وهنا عندي استعداد. يعني بطولة أجري تشار. بس أنا ديت مهلة نص تسعة. ومدتها لآخر تسعة. لأي لعيب محترف حاوز يجي. في لعيب مظهر. يعني كان نتكلم مع حضرتك. وقالت له هتابعك إيه. كان عندنا هنا في البرنامج. ما تابعه طبعا. ومعاه على طول بالتليفون. لسه الأسبوع الجاي. هيروح نادي. لما يروح نادي حاضر. قالت له بس. أنا مش معصر معك خالص. يعني حضرت الوقت اللي بتتكلم كل أسبوع. طبعا. 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 ليه؟ لأني مصلحتي يا كابتن هاني واحدة. طبعا. مجد لعيب محترف تئين وكويس واختبالك ويدرك. أنا أو لا. إلا حضرتك وصلت له مع اللاعب. وصلت له أنه لسه قال لي آخر حاجة من منصق الإعلامي. قال لي أنه هو أكلمه. قال له أنا عاوز أجيبه على. عاوز الكابتن يشوفه عشان يجيبه. ومشفت له لا أنا عشان أشوفه. لازم يجي دمعين بدة أسبوع على أقل في المعاصف. على اللاعبه ما تشودي. إنما أنا أشوفه في الفيديو وخلاص. وبعدين يا سيدة اللي عندي استعادة أدعب معي بس يجي. فما فيش مشكلة عندي خالص. ولو يجي يجي يشرفه حتى البطولة تأجيل الشهرة. يمكن أن نستعر. يجي في أي وقت. وأنا في انتظاره. واخد بالك. ويهمني منتخب بلدي. يهمني الفرقة. وهمني لو في ولد بره كبير وناضج وكويس ويلعب. يجي أنا وسهل. فمش مأصل خالص. مكسب للمنتخب مصري طبعا. مهمة الوطنية. كنت عايز تتكلم عن الأهلي. صحيح. كنت عايز أتكلم مع حضرتك على رؤيتك. أولا في الماتشين قبل النهائي اللي هو الوداد. ورؤيتك كمان لمباراة النهائية أنك كن من منافس. الرجاء أم الزمالك. شايف أداء مسماني إزاي في المباراةين دول. وإن شاء الله تأثيره على المباراة النهائية. هو مسماني طبعا يعني هو محظوظ الجنة دي الأهلي. دي حاجة كويسة جدا. الكيان الكبير. ومنظومته تساعد المدربين على الإبداع والتقلق والإبهار. خلي بالك. والعرف يقول أن أي مدرب في أي نادي. بعد كام يوم أو كام أسبوع أو كام ماتش. تلاقيه أبدع وظاهرة بصماته. الأهلي بسرعة. لأن المنظومة تجعل بالك بالترتيب. الإدارة. اللاعبين. الجمهور. المدير الفني. طبعا. هذا الترتيب في النادي الآن. في منظومة النادي الآن. اللاعبة موجودة على مستوى. الإدارة. بتوجد الاستقرار. بتوجد التماسك. هادية جدا. بتتعامل. بتعرف. عندها خبرات تتعامل بها. مع ظروف الدوري. وظروف المباريات. سلبية واجبية هاني. مظبوط. عندك جمهور لو أنت فتح المدرجات. الجمهور شو بيمله. طبعا. وفي أوقات بفايصر كتير جدا. في سواني أخير. بعد كده المدرب. هو المدرب اللاعي الجو ده. والأجواة دي كلها. والمسالية دي كلها. لازم حقها. النسب متاعة أي مدرب. بخش النادي الأهلي. بتبقى أولئلة. وبينجح بيمتياز. أولئلة. مش تسببني. دايما الناس بتتخوف. مثلا فيلر. لا. طب هنشوفه. هنجرب. وفعلا في أول خطواته. كان في نجاح كبير جدا. نفس الكلام. النسب. أنت مدرب وعارف. لما تروح نادي. في نسبة كبيرة دي. أنا نسبتك. مدرات تعدل خمسة وعشرين ثلاثين في المائة. وانجح. وما فيش مدرب في النادي الأهلي. على مدار تاريخ النادي الأهلي. يعني. ما فعل ما نجحش. حتى المدربين. اللي هم بيبوا بعض منا. ما فيش. إمكانياتهم. بينجحوا. عشان المنظومة اللي أصوله. المسلماني. ناجح بامتهاز. بصراحة. ناجح بامتهاز. ونجح. إنه هو. كسبنا ماتشين كبار جدا. جمدين جدا. ما حصلتش. وقدم حاجة فنية على مستوى. حاجة فنية على مستوى. ما هو الفيصل بين أي مدرب وأي. الجانب الفن. 90 ديها كورة. فهو الراجل نجح. نجح بامتهاز. بس التقديم. اللي جي لها. ساعده كتير. الأرضية اللي جي لها. أرضية جاهزة. بشكل جيد جدا. مع طبوحه ومع. يعني خينا واقعين. هو ماتش الوداد كانوا يقعدينه كم يوم بمرها هذه. أو ماتشات الدولي. ما كملش أسبوع بس. شوف بقى. نشكر الإدارة. نشكر اللعبة طبعا. نشكر الجبور ونشكر. فيش كلام. المنظومة كلها ماشية. فالإبداع من هنا هيجي. فهو مسلماني النجح. شفناه. تقلق في ماتش خارج الأرض مع الوداد. في الأرض هناك. كسبنا. السير المباراة ساعدنا كتير أول. وخاصة في أول دقائق لما تجيب هدف. ده بيوم. أكتر لاعب فرق. في وجود موسماني في الفترة الأوليلة دي. وفرق يعني في الفترة الأسرة دي من وجهة نظر كابتن ربيع. لا. ممكن تقولي مثلا. طبعا. هو الشناو متولق في أحصل حالة الفانية. كنت أقول بعيدا عن الشناو يعني. ما قابل. عندك أفشة أفشة برضو. ماشي كويس وسجل. وأبدع. ودلوقتي يعني. تقل. تقل. وبرضو في مروار رجع. يعني لو تلاحظ برضو مروار فترة. لفترة ما كانتش مروار رجع. وبيسجل. وبيسجل. وبيتقوله ماشي أحسن بكتير يا هاني من الأول. بكتير أول. وثقه في نفسه. تحس أنه وثق في نفسه. وبدأ محطة. الفرقة كلها. الفرقة كلها. بصراحة ماشي كويس. من أول الشناو الخط الضهر. لوسط الملعب. للخط الأمامي. للرأس حربة الصريحة. فلقصده أنه وجد حتة كويسة جدا. هي الفوز. الفوزس. الأهداف. توقيت الأهداف تعادرته. توقيت الأهداف. خاصة في المغرب. طبعا. طبعا. فشوفنا فرقة طبعا. كان أدايا رائع بصراحة. واللعيبة كانوا على مستوى رائع. خاصة في الجانب الفني. الجانب النفسي في النادي الأهلي. طبيعي جدا. الولد يعني قصده لعيب النادي الأهلي. فهو بيتعامل مع كهان كبير جدا. الكهان بيحترم ويقدره. وبيجهز واحد أحسن تجيز. خلي بالك من الحتة دي. فأخذ بالك هاني. مش معدك حاجة يعني. فخلينه واقعي. فلقصده أنه أبدع طبعا. والماتش الثاني. كان سهل لأنه هو إحنا برضو. الماتش الأول يعني. إدانا فرصة أن ننزل. بثقة مهمة جدا. واقتدار مهم جدا. وترابط وتماسف. وجانب فني. واختبال حياتك. وتقلق وإبداع. أعتقد كل ده أسرع الماتش الثاني. بالشكل إيجابي رائع. أخبالك لقينا جوانب دفاعية. لقينا على الصال الفردي الجماعي. لقينا جوانب هجومية. لقينا تقلق. تسجيل أهداف. لقينا حتى. استحواز بشكل جيد. إحنا. إحنا اللي بفرضين أسلوبنا. مش الماتش. ونقوم الماتش التالي. النتيجة كمان. ثلاثة يعني أصدي. فكل سير مباراة كان بنسبة لنا في الماتشين. امتياز. كسبنا خمسة واحد. في النهاية. نوع ده. ما حصلتش. ما حصلتش. فبصي بقى. عشان كده. أنا أقول. أشكر مسلماني. وأشكر الإدارة. وأشكر اللعيفة. قبلك. وعدم حضور الجمهور. برضو. لأن أكيد الجمهور. يعني. موجود مهم جدا. الجمهور كان سمبورت لي. على حصائل المتواصل الاجتماعي. هو كان يتابع ده كويس. وحسه أول ما نزل. حتى كان أول ما دخل النادي الأهلي. يا كابتن. قال لي. يعني هو. كان أول يوم ليه في مصر. قال لي. أنا دلوقتي. فعلا سدقتهم ما بيقولوا. ليه النادي الأهلي النادي كبير. طبعا. إحساسه من أول مدخر الجزيرة. يا فرع الجزيرة. قال لي لا. يعني أنا فعلا. ولسه. ولسه لما نجيبه فرس الشمس إن شاء الله. فرس الشمس بقى. ده. حيتقطع بفرس الشمس. لازم يتقطع بكل شو ده طبعا. طبعا. احنا بناوز بخلي بالك. لا. طبعا في الوزن. عايز يخزه بس الشوية. وهو نجح. بصراحة نجح. وهو مدرب نزيز جدا. وشكله إنسان. وشكله بيعرف في تحامل مع اللعيبة. وعنده خبرات كبيرة جدا يا كبتال. ده من ننسى ماتش الوداد. نخش على النهاية. النهاية بقى. النهاية بقى مختلف. النهاية مختلف. آه. يعني نهاية. تفكير للنهاية. النهاية تسعين ديئة مش كده. ماتش واحدة. ماتش واحدة. نهاية نقوة. بالنسبة لسير مباراة أو نتيجة مباراة الزمالك والرجاء في المغرب. تتوقع المباراة النهاية ما بين الأهل والرجاء. أو الأهل والزمالك. بسهل الأول أتمنى أن الزمالك يكسب. إن شاء الله. عشان برضو فريق مصر. طبعا. أكيد. الزمالك أعلى من الرجاء. الزمالك أحسن. الزمالك أفضل. فنية. الزمالك فنيا أتقل من الرجاء. بحيطة فنية. بالنسبة لخطوطه كجماعية وأفراد أتلاقي الزمالك أعلى. والدليل أنه يكسب بينك مع أن الرجاء فرقة ليس وحشة. فرقة كويسة. فرقة تقيلة. فالزمالك حاناتيك كويسة. فالنهائي أعتقد لي تفكيره بالنسبة للمدير الفني. في تحضير فرقته الأول. في الحضاشة اللعيبة اللي هشتغل بيه. اللي معي مين بره اللي هدفع بيه. سير مباراة مش إزاي. أنا سيناديو متاعي على المستوى الدفاع والهجومي. إزاي هاني؟ أنا بشغل الاستعواز. هكسب إزاي؟ هاوصل إزاي؟ هروح إزاي؟ الطريقة متاحت إزاي؟ الخطة متاحت إزاي؟ بلك همرا للعيبة. وحرقهم إزاي عشان يروحوا يسجلوا لي. هاشتغل من الإجناب. هاشتغل من العمق. هاشتغل بالطويل. هاشتغل باللمس والعب. هاشتغل بالتالي. الاستحواز متاعي. المدافعة إزاي؟ ها 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 هادغط ضغط ماذا أعمل الزون بتاعي العشر يرضى والعشرين يرضى بالتمنتاشر. كلها أمور دي ملكها المدير الفني يعني. لأنه مفروض يكون قرر المنافسة. طبيعي طبعا. ومنهن على قرية المنافسة المنافسة. هو اللي بيحط بيحط الخل الخطوط دي. بحضر الشغل الفني على فريق المنافسة. كله فني. فأخذ بالك فحضرتك هو ده المدرب. المدرب واللاعبين يا كابتن هاني هم النهاي. طبعا المدرف في توضع خطته وشغله وتوظيفه يعني ممكن سير مباراة في توظيف تختلف السيناريو يتقلب يكون هو محضر سيناريو وفجأة السيناريو يتقلب في سنة يتقلب في سنة يعني ممكن النتيجة مثلا السير مباراة ممكن ديبا سلبية ممكن كسبان واحد متعادل دخل فيه فبكل ده السيناريو متاع الموديل الفن لازم يدركه لازم الموديل الفني يكون في أحسن حالاته الفنية في إدارته للمباراة طيب في حال يا كابتن ربيع قابلنا الرجاء والرجاء زي ما حضرتك يعني تفضلت فريق قوي بطل الدور المحلي هناك إيه اللي حصل الأول في مباراة الشوت الأول مع الزمالك هناك ومهل ممكن الأداء ده يتكرر في حال قابلناهم يوم 6 نوفمبر هو والأداءهم ده لأ يرجع مرة أخرى غير متوقع لا كل ما تشوأ له ظروفه وخاصات المباراة النهاية لا نهاية وبعدين نتيجة قريبة يعني برضو واحد غير اثنين في نفس الوقت انت مظلمتش الظروف كرة ملاش كبير احنا ده في فرق في كاس العالم في فرق في فرق مرة فرق كان بين ناجيريا ولونانا ستة سفر وستر ستة ستة وضربات كذا اه اه ده فيه كتير جدا وإحنا عندنا يعني فيه السليالات كتير وفيه تجارب كتير كرة ملاش كبير زاد يوم المباراة ده مهم جدا في التوفيق يوم المباراة في الحضاشة اللاعب يوم ممكن ده عدم الاختيار ممكن اريح لاعب يفر معي لاعب واحد يفر معي في شغله الهجومي وفي ذلك ممكن اريحها رس مرمى ممكن ممكن حاجات كتير لكن يوم المباراة بالنسبة للاتنين وعشرين اللاعب مهم جدا جدا مع توفيق الاتنين المدربين المدرب اللي بيقود برة لازم يقود وفي نفس الوقت فيه أحسن حالاته الفنية عنده شغل كتير عنده شغل اللي بقينه كتير عنده شغل فيه خبارات كتير عنده شغل فني كتير يعني فني في كل جزء من المباراة في كل جزء من المباراة يمكن يكون فيه تدخل والتدخل السريع في أوقات معينة بتفرق جداً في ناتج المباراة 22 العب يعاني قدامه 22 شايفهم بخطاتهم بشغلهم بفردياتهم بمهراتهم ببادلياتهم بكل حاجة أخذ بالك الأقصود ها ما جاء يعاني أنه هو بيدير ولازم ده نهائي فالمطلوب كتير طبعاً لكن زي ما قلت لك اللاعب مطلوب منه هو يركز ويلتزم ويكون يدخلوا الإصرار اللي مطلوب مني ايه أنا من وجهة نظري متشاط الكورة وظيفة عند اللاعب فانيه وظيفة هاي وانت عارف كده كويس انت بتكلف اللاعب والله انت عندي باكلفت وظيفتك خلال 90 ديالة واحد اثنين ثلاثة بزرق تهاجم امتى والدفع امتى ده شكراً ده اللي حسبك عليه بلك ده إيس على كده كل مراكزة إيس على كده بقى الكتلة بتاعتي بتروح ازاي وبتاجم ازاي والشكل الدفاع ازاي والشكل الهجوم ازاي وشغل ازاي المطلوب ازاي وضغط ازاي ونص الملعب ازاي والتحول من دفاع الأول حاجات كتيرة جداً في من وجهة نظر انا عند المدير الفني انا بجيب مدير الفني بحاجم هذا المدير الفني عشان يشتغل مع اللاعب فيوم البرامة مهم جداً وتوفيق التوفيق كمان يوم المورادة كمان ممكن تكون كل التحضير يكون على اعلى مستوى وهو كمان لكن توفيق ربنا ده أولاً وأخيراً ممكن يكون اللاعب سمع الأزباق التوفيق سمع الأزباق انا من وجهة نظري بدل يعني اشتغلت وتعبت هي كرة شغلة يعني اصدق كرة دماغ الكرة برضو خبرات الكرة برضو عقل كرة حاجات كثيرة جداً فالله صدق المدرب انت بتشغل وبيبان المدرب حجم الفني اللي عنده المدرب بيبان يعني بيبان وفي دارته بيبان في تشكيله بيبان في توظيفه تغييره انا كنت مختلف مع احترامي معلش وقلت الكلام ده فوجود فيلر كان برضو فيلر عمل خلينا نكلم بأمانك كان في الفترة الأولى عمل ماتشات كويسة قوي ونتائج كويسة لكن في الفترة الأخيرة يمكن كان بيلغبة شوية لكن حضرتك قلت ايه بقى على فيلر لا انا قلت على الفعل انه عادي عادي الهل اللي صنعه حتى قبل فترة الفرون كان درع يا حضرتك ايه 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 انا قابل من الساعة ماهينا بيباني 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 المدرب بيباني وممكن خلي بالك المدرب بيش توفيه بس لا ده مدرب قضيه لا ده شاف ده فاهم ده عارف لان الحجم الشغل اللي عند المدير الفني الشاطر كتير مش فريته والفرين المنافس والتحضير والتوظيف ده ممكن تركيه واحدة هاني تعرف كويس تقلب لي المباراة واروح والناس تبقى مقتنعا لا ده عمر مباراة كبيرة وما فيش توفيه لا حقيق فالله أصده بيباني حتى اللعيب اللي هو بعيد عن مستوى المدرب يرجعه خدا بالك الشكل العام الكورة دلوقتي بقت فترة كبيرة جدا عندنا ثلاث نقاط وترتيب لكن احنا عاوزين نشوف الإبداع ونشوف الإبهار ونشوف باقي نستمتع بكور بالله هو ده قصد الكورة او صح فان شاء الله مسلماني ماشي كويس وإن شاء الله ربنا يقف ويكون من نصيبنا إن شاء الله متفاعل إن شاء الله متفاعل جدا وإحنا كمان متفاعلين بوجود حضرتك على قائدة الفنية المنتخب الشباب ومتأكدين رغم السوابات إن إن شاء الله كابتن ربيع ياسين برضو هيحضل لنا جيل مميز جدا جدا من اللعبة المميزة إن شاء الله كابتن ربيع شرفتنا كابتن ربيع وكل سنة وحضرتك طيب شكرا جزيلا شكريش برضو حلوات حلوات نقول لي انت فرح نشكرا جزيلا دي كانت حلقة يوم الاربع بكرا إن شاء الله حلقة جديدة في البيت الكبير من 10 الواحدة فتاة